جديد الأخبار مرحبا بكم الحكومة تلتزم بتقديم دعم مالي مباشر لمهاني النقل المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات وهذه هي التفاصيل موسيقى ذكرت مصادر متطابقة أن الحكومة ستلتزم في تبكين أصحاب النقل من دعم مالي مباشر من أجل التخفيف من تكاليف في ذل ارتفاع أسعار الغازوال حتى لا تنعكس الزيادات على المستهلك التزام الحكومة جاء اليوم خلال اجتماع انعقد بين وزير النقل واللوجستيك محمد بن عبد جليل والوزير المنتذب المكلف بالميزانية فوز القجال والنقابات الممتلة المهنيين من جياج أخرى من أجل التداول حول جميع المطالب قطاع النقل ووضحت المصادر أن لجنة بين وزيريا حددت لائحة المهنيين المعنيين بهذه الإعانات المالية والذين يمكنهم الولوج إلى المنصة الرقمية التي ستحدثها الوزارة على شكلة منصة كوفيد التي كانت تستقبل طلبات الإعانة في فترة الحجر الصحي وتتجو الحكومة عبر التزام هذا إلى توفير دعم مباشر لأصحاب سيارات الأجرة ونقل المسافرين والبضائع والنقل الدولي من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار القازوال في الفترة الأخيرة وبالتالي حماية القدرة الشيائية للمواطنين ترجمة نانسي قنقر